موسيقى أنا بالنسبة للسينما الأهمية تجيب لنا الحقبة بالإحساس تاعها كيفاش اللحظة ووحد الشعب ما كانش عنده متنفس كان مقهور ومقموع ما كان عنده فين يشوف كيفاش نجيب الحقبة كيفاش نجيب الحقبة الحالية نجيب الحقبة مهمة نجيب الحقبة مهمة أن نبين الشخص في الحقبة وكيفاش يتعاملون مع بعضياتهم جملة مهمة يقول الشخص تعزز حطاب نحنا المغاربة لا نحنوش على بعضياتنا التي هي بالنسبة لي تلخص بزاف الحويج في التاريخ المعاصر لماذا؟ بسبب الكثير من الشخص كيفاش نجيب الحقبة العهد الجديد بالنسبة لي نظن بأننا لا نستطيع التجاوز الحقبة إذا لم نفهمناها وحد الكاتب مهم يكتب الخيال العلمي قال جملة مهمة ندور الصفحة لكن لا تلخص الكتاب نحن نتعامل مع التاريخ وكذا المهمة يجب النساء كما ندور الشخص وما داويناش بالصح معمرو ما غايدوه إلا بغينا نخبيوه غايت تحول حاجة أخرى لقدروا نخص نقطعه حسنا نفوكوبي نفوكوبي لابغاو والدور تعنا كفنانين هو أننا نجيبوا الحقبة نحاولوا نعطيه واحد المنظور مغاير واحد لكلغاج مغاير باش الناس يفهموا ونكونوا أبيزي يعني ملكا نهضر التاريخ تعنا ما نكونش مقلقين ومع السبيين وقصكوا واحد عنده الصح وواحد عنده خال تاريخ ما فيه صح والغلط فيه واشطرات وماشطرات أبقي كل أحد عنده تحليل يعني اللي كي خسرت يقول لك أنا خسرت حيث تراولي مشاكل واللي ربحت يقول لك حيث أنا واعب بعد المرة تتقلب الآية وتتقول لي حاجة أخرى كتفرج ضربة فراس فيلم المسيرة تقريبا دي الأفلام اللي دارها هايشام العسري غير وشكل جديد أو تيني فيلمين فانتيزي ديالومي كان شكل جديد في الناحية دي السيناريو أو من ناحية السينمائية في الخدمة شوية غي يقولوا شوية كوميك في الكوميدي في يعني مواقف كوميديا ماشي بحال أفلام السابقة اللي كانت دياله هايشام العسري الأغول ديالي صافي باقتي من ضربة فراس أنا كنت تضرب مزيان فيه قاعم ضربين فراسنا كاملين دونك هو كيدر الله واحد الحقبة ديال الثمانينة بابا غيش نحرك الفيلم نتمنى أنا الجمهور القصة إحسان ديال الجمهور ويشوفوا لأنه فيلم جديد في المشكل جديد في المسيرة دياله هايشام في تجربة ديالنا معه هايشام لأنه ماشي أول مرة غان نخدم أنا وياه ولا غادي الممتلين دونك ايني بزاف الممتلين اللي كتلقاهم دائما في أفلام هايشام دونك هاني بتيت فامي اللي كتتخدم مع بعضياتها تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا أبوني فلاشين يوتيوب